بسم الله الرحمن الرحيم قلنا أيها الأحبة هناك خلل كبير في نظرية التطور التي يعتبرها الملحدون اليوم أحد أعمدة الإلحاد قلنا إن الخطأ أساسا في اسم النظرية لا يوجد شيء اسمه التطور هناك تغيرات تحصل باستمرار على كل الكائنات وعلى الأرض وعلى الجبال وعلى النجوم تغيرات مستمرة الثابت الوحيد المطلق هو الله عز وجل كل شيء متغير كل شيء مختلف كل شيء متنوع لا يوجد تطور حسب ما تدعيه نظرية التطور نظرية التطور أيها الأحبة أهم عمود من أعمدة هذه النظرية التي إذا ثبت علميا أنه غير صحيح سقطت النظرية أن هناك كائنات بسيطة تبدأ بها ثم كائنات أعقد 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 حتى تصل للإنسان الذي هو أعقد مخلوق وأفضل نظام والبقاء للأصلح وفي القانون هو ليس قانون طبعاً ولكن هكذا يسمونه الإصطفاء الطبيعي أو الانتقاء الطبيعي البقاء للأفضل والأصلح والأقوى وهكذا طيب هذا القانون أيها الأحبة قلنا مراراً وتكراراً إنه غير صحيح لو جئنا ببكتيريا التي خلقها الله قبل مليارات السنين كبداية الخلق هنا على الأرض البكتيريا الزرقاء الصغيرة جداً التي خلقت قبل ما يقارب من ثلاثة ونصف إلى أربعة مليار سنة وجدت على هذه الأرض هذه كما يقولون أبسط أشكال الحياة وكلمة أبسط هنا كلمة أيضاً غير صحيحة لا يوجد بسيط ومعقد سأقول لكم لماذا أيها الأحبة وأنا طبعاً لدي دراسة علمية الآن تثبت ما قلته وما سأقوله الآن وأكرره لكم الله تبارك وتعالى عندما عبر أو أراد أن يصف لنا المخلوقات ماذا قال قال سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء فالتعقيد والإتقان الموجود في البكتيريا الصغيرة التي عاشت قبل مليارات السنين هو ذاته الموجود في الإنسان لا يوجد شيء أفضل من شيء لماذا أيها الأحبة لأننا إذا قلنا أن هذه البكتيريا كانت بدائية وذات وظائف بسيطة جداً ثم تطورت إلى كائنات متعددة الخلايا ذات وظائف أعقد ثم إلى سمكة ثم إلى تمساح ثم إلى كذا ثم إلى زرافة وهكذا حتى تصل للقرود للإنسان هذه النظرة للكائنات هذه النظرة أيها الأحبة غير صحيحة غير صحيحة على الإطلاق لأن التعقيد الموجود في عالم النمل أحياناً أكثر مما هو لديك أيها الإنسان في عالم النمل النمل وجد قبل مئات الملايين من السنين على الأرض قبل الإنسان بمئات الملايين من السنوات هو أعقد نظام الاتصالات الذكي لدى النمل أعقد بمليار مرة مما لدى الإنسان العلماء اليوم في ألمانيا يحاولون تقليد نظام الاتصالات الذكي مليار نملة تتواصل كلها مع بعضها بشبكة معقدة جداً لبناء مستعمرة ضخمة جداً البشر اليوم عاجزون عن اختراع مثلاً جهاز ينسق العمليات بين مليار إنسان كل نملة لديها جهاز كمبيوتر في دماغها ولديها جهاز بث واستقبال ومعالجة بيانات طيب هذا الإنسان فشل في ذلك إذن القضية ليست قضية تطور وفق الأفضل والأحسن والأكمل والاستفاء الطبيعي هذا البحث الذي سيعني الآن أنا قرأته حقيقة أرسله لأحد الأخوة جزاهم الله خيراً وأنا أتمنى من الجميع أن يزودون بدراسات يعتقدون أنها مهمة في تخدم قضية الإعجاز العلمي لأننا نحاول في ظل هذه الهجمة الشارسة على الإسلام أن نقدم أيها الأحبة الجانب العلمي المشرق في كتابنا العظيم والقرآن أيها الأحبة لا يتحدث عن التطور صحيح يتحدث عن أطوار مراحل في الخلق وليس تطور التطور المزعوم يقصد به أنني الآن اخترعت مثلاً جهاز موبايل بداي بعد فترة طورت فأضفت مواصفات أخرى بعد فترة طورت أضفت مثلاً نظام ذكاء الصناعي أضفت له مثلاً نظام جي بي اس تحديد المواقع أضفت له كذا هذا يجوز أن نقوله بحق البشر ولكن بحق الخالق لا يجوز أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صنع الله الذي أتقن كل شيء لا يوجد شيء في خلق الله يعني ذا جودة قليلة ثم مع الزمن يعني الإله تعالى عن ذلك علواً كبيراً غير رأيه أو طور من معلوماته كما نفعل نحن البشر فقرر أن يحسن أداء هذه الكائنات فأضاف إضافات جديدة ميزات جديدة كما نفعل نحن عندما نخترع مثلاً سيارة كل سنة نضيف ميزات لها فتكون فيها ميزات وأشياء أعلم من الموديل السابق لأن الحقيقة يعني كل يوم نحن نكتشف شيء جديد ولكن الله سبحانه وتعالى حاش له أن يكتشف شيء جديد أو يحسن يعني في خلقه كل المخلوقات من الذرة إلى المجرة إلى الإنسان إلى الكائنات كلها على مستوى واحد من الإتقان والجودة أيها الأحبة الآن لا أريد أن أطيل عليكم البحث نشر في سبتمبر شهر التاسع 2020 هذا العام يعني قبل يعني تقريباً شهر وشهر تقريباً البحث نشر في مجلة مولكيولر بيولوجي أن ديفوليوشن يعني مجلة متخصصة بأبحاث التطور إذن وشاهد شاهد من أهلها الحمد لله يعني هذا ليست مجلة إسلامية مجلة هي التي تدعم التطور انظروا ماذا تقول هذه المجلة تقول إن البكتيريا التي كنا نظنها بداية وخلقت قبل مليارات السنين هذه البكتيريا الصغيرة التي كانت بداية الخلق لا تقل تعقيداً عن الكائنات متعددة الخلايا مثل الإنسان سبحان الله يعني الآن يعني الكلام الذي قاله القرآن قبل أربعة عشر قرناً صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء على نفس الدرجة من الإتقان الآن في القرن الحادي والعشرين في عام 2020 وفي أواخر 2020 عرفتم هذا الكلام الذي قاله القرآن قبل أربعة عشر قرناً تقول إن هذه الكائنات مثل الإنسان وقلنا لا يوجد كائن أيها الأحبة بسيط كله على نفس الدرجة من الإتقان انظروا معي أيها الأحبة يقولون إن هذه النتيجة كانت مدهشة للعلماء ونشرت بتاريخ 13 أكتوبر هذا الشهر الشهر عشر 2020 طبعاً يقول العلماء العالم توميس لاف يقول المثير للدهشة أننا وجدنا أن التطور الأغشية الحيوية للبكتيريا يمكن مقارنته بالتكوين الجنين الحيواني وهذا يعني أن البكتيريا هي كائنات حية متعددة الخلايا أو لها تعقيد يشبه الكائنات متعددة الخلايا أمثال البشر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم انظروا التطابق أيها الأحبة عندما يصل العلم أحبة في الله لا تنخدعوا بقول الملحدين عندما يصل العلم إلى الحقيقة اليقينية والله ستجدها في القرآن الكريم كما نراها أمامنا الآن نتائج هذه الدراسة كما يقولون أكثر تعقيدا مما كنا نظن الكلام للعلماء في هذا المركز وأنه ينبغي أن يتعامل العلماء مع هذه الكائنات على أنها كائنات معقدة لا تقل أهمية عن الإنسان طبعا أيها الأحبة السر كشف في الأغشية التي تغلف لأن الخلية ما هي الخلية الخلية أساسا هي غشاء ثم نوات ثم جثيمات توليد طاقة وأجسام أخرى كثيرة جدا فيها وشريط وراثة DNA وRNA وإلى آخرين هذه البكتيريا الصغيرة التي لا ترى بالعين حتى تحتاج إلى مجاهر قوية حتى تستطيع رؤيتها لها كل خصائص البشر فيها جهاز هضم جهاز تحسس جهاز حركة تتحرك تشعر تتأثر بالحرارة وبالبرودة وبالدرجة الرطوبة ودرجة ملوحة الماء مثلا درجة كذا يعني هذه الأحياء حتى إنها تعيش حياة اجتماعية كما جاء في هذه الدراسة يقولون إن الخلايا البكتيرية تعيش حياة اجتماعية داخل الأغشية الحيوية وهذا السلوك لم يكشف إلا عام 2020 ما نحن نقول إن القرآن يقول إلا أمم أمثالكم أخي طيب استمعوا إلى كلام القرآن كلام خالق الكون سبحانه وتعالى طبعا الجنين في بطن أمه والجنين الحيوانات عندما يتطور يسلك سلوكا يشبه سلوك هذه الأغشية الحيوية لدى البكتيريا التي هي كانوا يعتبرونها أنها نشأت بالمصادفة الآن علماء التطور في حيرة من أمرهم طب كيف لهذا النظام شديد التعقيد أن ينشأ بالمصادفة؟ يعني يقولون كان هناك ظروف معينة ومضات برق وكان الجو فيه مثلا كمية محددة من الكربون والأزوت وغاز الميثان وكذا وكذا وضمن ظروف معينة نشأت هذه الخلية هذا الكلام أيها الأحبة أصبح اليوم لا يقبله حتى طفل صغير غير مقبول بعد هذه الاكتشافات لذلك أيها الأحبة نظرية التطور تتلقى اليوم ضربة قاسمة جدا ولن يستطيع أكبر علماء التطور الإجابة على السؤال المحدد سأوجهه لكل من يؤمن بنظرية التطور قولوا من أين جاء النظام المعقد الذي يتحكم بميكانيك هذه البكتيريا البدائية التي نشأت قبل 3.5 مليار سنة أو أكثر من أين جاء هذا النظام الغشاء والشفرة الوراثية وجسيمات توليد الطاقة والسائل الحيوي والأغشية الخلوية كل هذا سنقتنع معكم أنه نشأ بالمصادفة هذا النظام المعقد الذي يشرف على آلية التكاثر وآلية الحياة الاجتماعية التي تعيشها هذه الخلوية وهذا السلوك المتطور من أين جاءت هذه الأنظمة المعقدة كيف نشأت بالمصادفة؟ لن تجدوا مناصاً ولن تجدوا مهرباً ولن تجدوا أي شيء منطقي إلا أن تعترفوا بما قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحان الله طبعاً أيها الأحبة أنا لا أريد أن أخوض معكم في البحث وتعقيداتي ولكن أقول لكم حرفياً ما يقوله العلماء يقولون من المثير للدهشة يعني هم دائماً يفاجأون أننا وجدنا أن الجينات التطورية الأصغر قد تم التعبير عنها بشكل متزايد في نمو الأغشية الحيوية وتم اعتبار هذه الأنماط علامة على تطور الجنين في حقيقيات النوى المعقدة ما معنى هذا الكلام؟ هذا السؤال الذي أنا طرحته قبل قليلهم يسألون نفس السؤال بطريقة أخرى من أين جاء هذا النظام المعقد في هذه الخلية التي كنا نظنها بدائية ولا تعقل وليس فيها أي شيء؟ يسمونها كائنات وحيدة الخلية بسيطة ولكن تبين أنها معقدة طبعاً تتحدى هذه النتائج الوضع الراهن لتصورنا عن طبيعة تطور الخلايا وتظهر أن البكتيريا البدائية أكثر تعقيداً مما كنا نظن طبعاً سيكتشفون أشياء أخرى أيها الأحبة وأكد لكم أنهم سيكتشفون آليات معقدة في حياة هذه البكتيريا التي كانوا يظنون أنها نشأت بالمصادفة أعقد مما لدى الإنسان حتى ولن يجدوا مهرباً إلا أن يعترفوا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الكائنات وكل ما يقال من تطور هو كلام عبثي لا معنى له صدقوني ليس له أي معنى سوى أنه يخدم قضية الإلحاد ولا يفسر شيئاً على فكرة كل ما تقرؤونه من أبحاث في مجال نظرية التطور كل ما تقرؤونه وعلى أساس يعترف العالم به ويعترف العلماء به كل هذا الكلام أيها الأحبة وأكد لكم أنهم حتى الآن لم يجدوا دليلاً واحداً على التطور هذه الكائنات البدائية التي يسمونها بدائية وهي البكتيريا الأولى الزرقاء القديمة جداً حدثنا عنها هذه البكتيريا التي نشأت قبل 3.5 أو 4 مليار سنة كيف لو كان هناك تطور كيف تطورت إلى كائن متعدد الخلايا فقط لا نريد شيء آخر لا نريد أن تخبرون كيف جاء الإنسان وكيف التطور وكيف كذا فقط هذه الخلية التي كانت خلية وحيدة كيف تغيرت وتحولت إلى كائن متعدد الخلايا فقط هذا لا يعلمون ولا يجيبون حقيقة لذلك أيها الأحبة هم كل ما لديهم يقولون التطور التطور يعني مثل هذا البحث منشور في مجلة تدعم أبحاث التطور وحتى يعني إذا قرأت تجد أن عنوان عنوان البحث له علاقة بالتطور ويقولون أن هذا البحث يؤكد أن نظريات التطور صحيحة وبنفس الوقت يقولون نحن متفاجئون ومندهشون كيف يمكن لهذه الكائنات أن تمتلك هذا النظام المعقد جداً والذي يناقض مبادئ أو مبدأ التطور هو الاصطفاء الطبيعي فجد الأبحاث كلها هكذا متناقضة أيها الحب ولكن سر انتشار هذه الأبحاث هو سر واحد فقط أنها تخدم قضية الإلحاد وللأسف القائمون اليوم معظمهم على المؤسسات العلمية العالمية وعلى الإعلام العالمي للأسف معظمهم يتبنون هذه النظريات الإلحادية للأسف يعني فيدعمون هذه النظرية وإلا لو كان هناك حيادية في العلم وهناك منطق في العلم اليوم لسقطت هذه النظرية قبل أن تبدأ منذ 1850 يعني منذ أن وضعها داروين لسقطت ولكنها وجدت يعني مرتعاً لدى الملحدين فبدأوا يروجون لها وكل يوم تظهر انتكاسة كل يوم هناك بحث يظهر أن هذه النظرية غير صحيحة على الرغم من ذلك يتمسكون بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وإن شاء الله سيكون هناك حلقات أخرى عن موضوع التطور أرجو أن تكون نافعة وأرجو أن تكون مفيدة لمن لا زال يقتنع بهذه النظرية العقيمة وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة